منا كريم أحمد متواجد حالياً في المقر العظيم اللي قدامكم على الشاشة في هذا المقر التاريخي عشان نطمئن من خلاله على كافة الأخبار والتفاصيل والاستعدادات لهذه المباراة الهمة إن بلح كان فيه ترايماتش عمرو مارس الكولر مع اللاعبين في ملعب مختار التيتش ما بالتأكيد هيكون فيه تفاصيل وكواليس كتيرة استعداداً لهذه المباراة الهمة يوم الجمعة المقبل كريم مساء الفل مساء الخير عليك زميلة العزيز محمد سعيد برحب بيك في البداية وبرحب بكل مشاهدين وكل جمهور النادي الآلي في كل مكان آخر الأخبار عندك ومباراة كزا ما قلت لكل السادة المشاهدينين بالأمس كان فيه ترايماتش تعويضاً طبعاً عن مباراة القمة اللي انسحف منها نادي الزمالك وبالتالي كولر كان عامل برنامج ومحضر بدائل عشان التحذير لمباراة تغفركم بالتأكيد محمد يعني الجهاز الفني بقيادة مستر كولر بركز بشكل كبير جداً في بطولة الدورة بالكامل وفي المباريات وفي النزاة تقدر ان انت ترفع الحمل البدني وتنزل بالحمل البدني بكل 48 ساعة وكل 72 ساعة مباراة فكان مهم جداً جداً الحقيقة ان يكون فيه ترايماتش مبارح بكل الاشكال الخاصة بالمباراة يعني لكنها مباراة رسمية الحقيقة كانت تدريبة جيدة او نقدر نقول كانت مباراة جيدة للجميع الحقيقة كل ادى فيها بشكل كبير جداً حقيقة مصر كولر حية كل اللعبين بعد اداة ترايماتش لان الكل كان بيكتهد محمد الكل كان بيحاول ان هو يعني يخش في اجواء مباراة لكنها مباراة عدية في نفس الوقت فيه لعيبة بتحاول ان هي تعود من جديد للتشكيلة الاسية وفيه ايضاً كمان شغل كبير بينفز نظري وبيحاول ان انت تشوفه عملي وكمان محمد يمكن نقطة مهمة انت ماشي بقالك فترة كبيرة جداً على ان كل 48 ساعة مباراة او كل 72 ساعة مباراة فده بيكون امر مهم ان انت تفضل مستمر بهذا الشكل وبهذه المستوى الفني والبدني والزهني منفعش ان انت يقع منك يوم بمباراة تبدأ ان انت الامور بنسبة لك كبرنامج تدريبي يطلقبط شوية عشان كده كان قرار مهم جداً ان انت تحط اللعبين في اجواء المباراة تديهم تدريبة او تديهم مباراة كاملة 90 دقيقة بكل ما تعني الكلمة من مباراة الحقيقة الكل ادى فيها تدريبة كويسة جداً للجميع الكل استفاد فيها زي ما اكدنا الهيتماب الجي بي اس كل الامور دي بيكون لها نتائج مميزة جداً مع اللعبين في لعيبة بتاخد اجزاء من المباراة او اجزاء من التدريبات تاخد حمل تدريب مختلف فعشان كده الحقيقة كان تدريب جايق جداً لفريق النادي الاهلي الكل بيستعد بكل قوة محمد لمباراة فرق واحدة من المباراة المهمة جداً في ظل للضغط الكبير والرهيب الحقيقة في بطولة الدور العام وتحديداً على لعيبة النادي الاهلي كالناس بتقول النادي الاهلي بعد المباراة الاخيرة مباراة الزمالك خد متسع من الوقت الأمور بالنسبة النادي الاهلي مختلفة تماماً كل يوم تدريب بكل يوم في رغبة كل يوم في جدية في التدريبات لأنه هو هدف كبير جدا لفريق النادي اللي قال أن أنت تحصد كل نقاط المباريات هي مباريات كؤوس عشان كده لابد يكون في قمة جهزيتك ذهنيا وبدنيا وأيضا كمان طبيا وطبيا يمكن لما بنتكلم على الجانب الطبي الكل طبعا بيحاول كل يوم أنه هو يعني يشوف الأمور ماشية ازاي بالنسبة لعمر كمال اللي بيرسي تاو اللي علي معلول يعني لو بنتكلم على عمر كمال الحقيقة ماشي بشكل منتظم جدا في التأهيل هيغيب محمد طبعا عن مبارات فاركو الأمور بالنسبة للجهاز الطبي زي ما قلنا قبل كده لابد يكون جاهز بنسبة 150% عشان ما نفقدش لعيب في وقت تكون انت محتاجه فده عمر مهم جدا بيرسي تاو أيضا كمان بينفز البرنامج التأهيلي لكن عودة وسامة عمر مهم جدا ويمكن نتأكد الأمر ده أكثر من مرة وبنأكده محمد كمان أن وسامة أبو علي متواجد بمشيئة الله في تدريب اليوم والغد وان شاء الله بإذن الله يكون متواجد في التشكيل الأساسي لفريق النادي الآلي في مبارات فاركو مشيئة الله يوم الجمعة على استاد القاهرة واحدة من مبارات الهمة جدا فاركو عنده الرغبة حقق نتيجة كويسة جدا أمام الاتحاد قدر أنه يكسبه عنده دافع كبير كل فريق بيقابل النادي الآلي هي مبارات كؤوس بتلاقي فرق بتلعب قدام فرق تانية بشكل وبتلعب قدام النادي الآلي بشكل عشان كده النادي الآلي بيحترم المنافس بشكل كبير جدا وبيحضر له على المستوى الخططي والبدني والزيني بشكل كبير ومميز جدا فان شاء الله بإذن الله استمر النادي الآلي في تدريباته وفي تركيزه وان شاء الله يكون تدريبة جيدة النهاردة محمد لفريق النادي الآلي طيب الترايماتش اللي اتعمل بالأمس يعني مدى رؤية الجهاز الفني في النتيجة اللي خرجت بها هذه مش هقول نتيجة اللقاء يعني مين كسب مين أكيد كلهم يعني لعب النادي الآلي ولكن أنا بتكلم على الاستفادة اللي اتعملت من الترايماتش بالأمس شاف اللعيبة اللعيبة كانت غايبة ممكن بقالها فترة دفع بيها مبارح في هذه المباراة اللي وديها ما بين الفريقين اللي لعبوا وتم تأسيمهم مبارح كان فيه ميكسي كمان يا كريم في ظل ان فيه تلاتة اربعة من الناشئين موجودين مع الفريق الأول فكانوا متوزعين على الفريقين ولا كان فيه فريق أساسي وفريق تاني بيحاول يحضروا عشان ضغط الماتشات والروتيشة اللي ممكن يحصل في المباراة اللي جاية الحقيقة محمد المكاسب عديدة جدا يعني على مستوى الفني قدر أقولك بداية المكاسب ان انت شفت وسامة أبو علي فيه مباراة او في شكل مباراة فيها التحامات فيها اشتراكات فيها سبرينتات فيها امور كتير جدا بتديك انطباعة بتديك حق مدى جهازية اللاعب اللاعب ايضا كمان فيه تاكتك فيه جمل تاكتكية بتطبق فيه التدريبات بيحاول انت بيكون فيه مباراة ما بيبقاش فيه متسع من المباراة انت تطبق كل الجمل اما بيكون فيه مباراة بهذا الشكل مستر كولر بيقيم كل اللعيبة وبيقيم ازاي انت قدرت ان انت تأدي في هذا المكان ممكن تشوفنا طبعا او مش هنتكلم على تفاصيل المباراة لكن فيه لعيبة ما كانتش موظفة في مكانها المعتادة عليها بيبقى لها تقييم بالنسبة للتقرير الخاص طبعا بالنسبة للجهاز الفني لكن بشكل عام أو بشكل كامل محمد يعني اللعيبة الخاصة بقطع ناشئينة لو المجموعة المتواجدة المعتادة يعني هي كانت موزعة ما ندارش نقول ان كان فيه تشكيل اساسي او تشكيل احتياطي لا الكل كان متوزع في الترايماتش عشان تعمل تكافؤ وبالنس بين الفريقين ده كان امر مهم جدا المكاسب كانت عديدة على المستوى البدني ازاي انت زي ما قلتلك الهيت ماب ازاي انت تقدر تشوف القياسات في هذا الجو الحقيقة الصعب جدا لعيبة النادي الاهلي مين جري قد ايه مين يعني بازل مجود قد ايه الجمل التكتيكية تقييمها قد ايه انت نفست منها كل الامور دي عشان كده بقولك مستر كولر حيا لعيبة النادي الاهلي امس على اداء هذه المباراة طبق فيها امور عديدة جدا تطمن من خلال الرؤية الخاصة ببعض اللعبين اللي كان بعيد شوية عن المباراة وزي ما بقولك تحديدا كمان وسام ابو علي لكن مكاسبها الفنية كانت مهمة جدا محمد للجهاز الفني بإذن الله بكرة اعتقد تدريب اخير والدخول في معسكر او لو عندك تفاصيل تانية يا كريم احنا معك بالتأكيد بالتأكيد يا محمد اه يعني يستمر النادي الاهلي غدا ان شاء الله هو التدريب الاخير على ملعب مختار تشوفي تمام الساعة الساديسة انتهى التدريب والمعتاد والامور الخاصة بين المباراة قبل مباراة و24 ساعة توجه النادي الاهلي الى معسكر مغلق استعدادا لمباراة فاركو اللي بنأكد عليها مباراة مهمة جدا محتاجة كل التركيز وكل الاصرار والجدية المعروفة عن فريق النادي الاهلي وان شاء الله بإذن الله ثلاث نقاط يكونوا من نصيب النادي الاهلي بإذن الله زي مننا كريم احمد موفد قناة الاهلي شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات والاضحات والتفاصيل من مقر النادي الاهلي في الجزيرة شكرا جزيلا